اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين ساعات قبل موعد انعيقات جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة بعض الاحزاب والكتال البرلمانية تكثف مشاوراتها لحسم منقفها مسألة منح الثقة من عدمه للحكومة المقترحة تركيز فرع اقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور بسلسة وارساء بنك للمعلومات للحد من حوادث الطرقات في سنة المطالعة بعض المؤسسات التربوية بالمونستير تحظى بدعم المجتمع المدني وبتوفير نواة مكتبية ليكون الكتاب خير جليس للتلاميذة إذن قبل موعد انعيقاد جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة بساعات بعض الاحزاب والكتال البرلمانية تكثف مشاوراتها لحسم موقفها من مسألة منح الثقة من عدمه للحكومة المقترحة وتبقى جميع الاحتمالات واردة يبدو أن مصير حكومة الحبيب الجملي يبقى رهين نجاح مشاورات الأمطار الأخيرة لتشكيل حزام برلماني يمكن الحكومة المقترحة من نيل ثقة نواب الشعب في جلسة منح الثقة التي تعقد غدا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أكد اليوم في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة أن سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي اقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس مذيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد على حد قوله كما جدد الجملي التزامه بإجراء تحوير على تركيبة الحكومة بعد المصادقة عليها في حال ثبت بالأدلة عدم استجابة الأعضاء الذين اقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والانتماء السياسي حركة النهضة الحزب الوحيد الممثل في البرلمان الذي أعلن إلى حد اليوم دعمه لحكومة الجملي والتصويت لمنحها الثقة والذي سعى لحشد أغلبية لدعمها في مهمة تكاد تكون أصعب للحركة خلال السنوات الأخيرة تأقد عشية اليوم دورة استثنائية لمجلس شورى الحركة لبحث تطورات تشكيل الحكومة حسب ما أفاد به عضو المكتب التنفيذي للحركة العجمي لوريمي الذي بيّن أن حزب النهضة لا يخفي تحفظاته على تركيبة الحكومة المقترحة وأكد لوريمي أن المكتب السياسي للحركة سيقدم تقريرا في اجتماع مجلس الشورى اليوم حول تطورات تشكيل الحكومة وسيبحث مجلس الشورى على ذوء ذلك كل الخيارات الممكنة سواء بتثبيت خياره بدعم الحبيب الجمل أو مراجعة هذا الخيار أما حزب قلب تونس فمن المنتظر أن يحسم مجلسه الوطني في اجتماعه الذي سينعقد اليوم موقفه الرسمي بخصوص منح ثقة لحكومة الحبيب الجمل المقترحة من عدمه وسيكون موقف الحزب محددا في حصول حكومة الجمل على تسكية البرلمان ويرى متابعون لمسار تشكيل الحكومة المرتقبة أن المشاورات التي يدور جزء منها في كواليس البرلمان والجزء الأخير في مقرات الأحساب تفتح الباب على احتمالين اثنين فإما أن تنجح الحكومة في امتحان ليل الثقة وهذا مرهون بإقناع حزب قلب تونس بدعم الحكومة أو تسقط ويرجح البعض أن أمر حكومة الجمل قد حسم وأنها سقطت قبل ولوج أعضائها قبة البرلمان في ظل وجود أغلبية برلمانية تتقاطع في رفض الحكومة المقترحة ليحان الملف إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وأكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي وإلى أعضاء البرلمان وبثها على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك أكد أن المصلحة الوطنية ومصلحة البلاد تستوجب التصويت على الحكومة المقترحة غدا الجمعة في مجلس نواب الشعب نجلسة للمصادقة على الحكومة الجديدة بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 10 جامعة في 2020 حبيت أنتواجه بكلمة قصيرة إلى الشعب التونسي وإلى نوابه بالمجلس حبيت أنقل لهم اللي الحكومة اللي اقترحتها وحسب الإجراءات الواردة بالدستور فصل 89 هي حكومة مختارة من عديد الكفاءات من مئات المرشحين لهذه المناصب وأنهم يمثلوا ثلاء من كفاءات تونس المقتدرين فيهم الوافد من الخارج وفيهم من داخل الوطن الثلاء هذه مختارة بمقاييس موضوعية اجتهدت فيها أي مجتهد وهم يمثلوا فريق عندي فيه ثقة أنه قادر على التصدي إلى مهمة إدارة شؤون الحكم خلال هذه المرحلة اللي أقدر ويعرف الجميع بأنها صعبة ولم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس الحديث إذن أنا عندي ثقة في الفريق واختياري فيه مصداقية كبيرة وأنه كل ما يقال لحد الآن بعد أعلان الأسماء حول بعض الأسماء بعض المرشحين لم أتصل بشأنه بأي مساندات رسمية وبأي وثاق وبعض التحريات الأولية على بعض منهم التي تصلت بهم هذه الأيام وأخيرها اليوم في ذات السياق قالت النائب نسرين العماري مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالأعلام في تصريح أعلامي إثر اجتماعي مكتب البرلمان اليوم الخميس أن الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة والمقررة اليوم غدا الجمعة ستنطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا وسيتم عرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش لنواب بمعدل ثلاث دقائق لكل نائب ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي 109 أصوات وجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تتضمن قائمة اسمية في بعض الوزراء وكتب الدولة ذمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق حسب المكلف بالأعلام في هيئة مكافحة الفساد واللونيفي وقال الونيفي في تصريح لوكالة سفيق الأنباء اليوم إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنه لم يفعل وبالتالي باترت الهيئة بمرسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات إذ أنها قامت بالإجراء ذاته مع حكومة الحبيب الصيد وحكومة يوسف الشاهد في موضوع آخر تم بولاية سوسا تركيز أول فرع إقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور ومن أبرز مهامه تعميم منهجية تحليل أسباب حوادث الطرقات ومعالجتها جهويا كما تم من خلاله إرساء بنك للمعلومات حول جرائم الجولان وحوادث المرور تعميم منهجية تحليل حوادث المرور ومعالجتها جهويا وتنفيذ المخططات الجهوية للسلامة المرورية هي أبرز المهام الموكولة للفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور وسط الشرقي ليجمع أربع ولايات لياسوسا والمنستير المهدية واسفاقس هذا الفرع بشيكون هام جدا في بلورة كل الدراسات اللي تاقع على مستوى المركزي يتم تجسيدها على المستوى الجهوي خصصنا مبلغ قدره 25 مليون دينار لاقتناء هذه التجهيزات المتطورة وأقصد بها نعطيكم حتى بالأرقام 80 رادار آلي بشي تم تثبيتها في كامل النقاط الخطرة بالتراب الجمهورية كما تبرز أهمية هذا الفرع الإقليمي الأول الذي تشرف على تسيره كفاءات أمنية مدنية وعسكرية من خلال إرساء بنك معلومات مستفيضة حول جرائم الجولان وحوادث المرور الأهداف الاقتراب من الجهات ليفهم المشاكل المرورية بأكثر دقة كذلك من أجل تعميم الحمالات التحسيسية اللي يقوم بها المرصد من أجل زادة معالجة كل المشاكل السلامة المرورية بنية تحتية سلوكيات الموجودة في وسط الجهات بالنسبة للمهمة تحسيسية بدرجة أولى ثم إحداث دراسات للوقاية من حوالث المرور ودراسات للتحسين الاكتذاذ المروري بالوسط الشرقي ككل المرصد الغاية متاعه هو التنسيق مع باقي الوحدات المرورية من شرط مرور وحرس مرور والعمل الأساسي بالخصوص معانتها تركيز الثقافة المرورية لدى مستعمل التريق باعتبار أننا نقاوى تقريب 95% من الحوالث في أخطاء بشرية ويذكر أن المرصد الوطني للمرور المحدثي مركزيا عام 93 وتسعمائة وألف مكلف بإنجاز البحوث وإعداد الدراسات لتقييم واقع السلام المرورية أكدت وزارة الدفاع الوطني أن التشكيلات العسكرية تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي وديوانة فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي وترتبية الدفاعية مع الالتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارق وذلك في إطار متبعة الوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية وشددت الوزارة في بلاغ لها اليوم على أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة التدخل الفوري بجميع الوسائل ما تستوجب الأمر ذلك مشيرة إلى أن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عدي مع رصد بعض الأنشطة كالتهريب ومحاولات التسلل العرضية إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية في كل مرادنا تسجيل أي عملية من شأنها المساس بالأمن القومي أكد رئيس الحكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أن متساكن منطقة رواد وظواحها سيتمكنون خلال هذه الصائفة من التمتع بشاطئ المنطقة تأكيد جاء خلال زيارة متابعة لمشروع تحويل المياه المعالجة من محط التطهير إلى داخل البحر عبر مصرف بحري بمنطقة الحسيان بقلعة لندلوس من ولاية أريانا مشروع دخل حيز الاستغلال خلال شهر جوان الفارط ويساهم في تقليص تلوث الشاطئ والبحر في المنطقة دينا نحن لاحظه في تحسن كبير لنوعية المياه في منطقة رواد وهذا بشهام على كل الضحية الشمالية تقريب هناك تحسن كبير وإن شاء الله الشواطئ التي كانت مغلقة وممنوعة للسباحة نظرا لنوعية المياه إن شاء الله هذه الصائفة معناها ترجع معناها ممكنة نظرا للتحسن الكبير اللي صار في نوعية المياه أيضا الفلاحة أن المياه هذية يتم المعالجة الثلاثية متاحة تصبح معناها ممكن استعمالها في النشاط الفلاحي منطقة السقوية الموجودة هنا كيف كيف باش تتمتع بالمعالجة هذية واخذينا احنا لحقيقة قرار أنه كل محطات المعالجة تم معالجة ثلاثية للمياه ما يعني أن الماء المستعمل هذية بعد المعالجة متاعه يتم استعماله في السقي في الرأي في معناها النشاط الفلاحي وهذا بشي يوفر موارد مائية إذا فيه للنشاط الفلاحي شهد مقام سيدي مفتاح بمدخل المدينة العتيقة بيسفاقس حملة ترميم والصيانة ونظافة بعد أن كان متروكا لفترة كبيرة بالرغم من أنه واحد من عشرات المعالم التاريخية والثقافية بالجهة مقام سيدي مفتاح هو أحد الثمانين معلما دينيا بالمدينة العتيقة حاصره الفريب وتجاهل حتى بات مصبا للنفايات ولم يشفع له موقعه في مدخل باب القصبة والمسلك السياحي ولا وجهته التاريخية ونعطيهها نظافته وواهرته هي حركة باش ننطفه وإن شاء الله تليها أنا أعتقد أن فمناس يحبوا يعاونه ومؤسسات نحن نترمنوا المكان هذا الرمو ونخليوها أيضا كوجه من وجوهها توراعتنا ونشكروا لهنا الجمعية أحباء بيسفاقة لهنا اللي حبت ترمم وحبت تحط الميزان فالورة على المقام هذا ولهنا ما يكونوا كوشي لبيوا نداء هذا وربعينهم إن شاء الله في فرص أخرى زاد كيف كيف جمعيات أخرى تنسج على المنويل هذا مقام كان إلى عهد قريب يأوي عائلة ويستقبل زوارا من أهل المدينة تبركا أو استحضارا لأيام خوار قد لا يحتاج سوى إلى حملة نظافة مثل هذه كخطوة أولى والإصراع باستغلاله بما يليق في خطوة ثانية رهوا كل معلم رهوا عنده مكانته وعنده وظيفه وعنده تاريخه وعنده التواصل اللي يوقع معاه في فترات تاريخية أنه يتوظف توا حاليا في بعد ثقافي بعد اجتماعي بعد يفيد معمار المدينة هذا هم جدا حملة نظافة نسق لها المجتمع المدني لتشكل إحدى دقاط الضوء تدعم دخول مدينة اسفاقس العتيقة في قائمة التراث الإسلامي للإسسكو مدرسة العمارات بالمهدية هي أحدى المؤسسات التربوية التي شهدت أشغال بناء وترميم لتحسين ظروف التدريس وقد سهم الإطار التربوي والأولياء في تمويل هذه الأشغال وإنجازها هذه هي الصورة الحزينة التي كانت عليها مدرسة العميرات من ولاية المهدية طيلة عقود من الزمن وها هي اليوم تلبس حلة أنيقة جميلة بعد البادرة التي أطلقها مدير المدرسة الجديد منذ انطلاق السنة الدراسية حاولنا نطور المدرسة بلنا الصور وابلنا مكتب مدير وساحة تعلم أعادات عينية من الأولياء هم مشكورين سواء من سعادنا بمساعدات عينية أو بالكلمة الطيب وهو حافظ النجاح بالنسبة لنا الناس وكل تعاوننا بالفلوس بالمجهود تلعم ذا زملاء إطار أولياء زادة وكل في إطار محافظة على المدرسة وجمالها على ذو المبادرة العملية السيشكري وعلى الانجازات هذه نلتمسوا وإن شاء الله تتحرك المشاعر لرجال أعمال الدولة للمسؤولين رسومات مختلفة وأبيات من الشعر والحكم كتبت على الصور الجديد للمدرسة وساحة أنيقة يتوسطها مجسم يعلوه العالم المفدى زاد المكان هيبة وسموة كانت هي المدرسة خائبة والبن وشباهي وصناء هذا والأتباهي والرسومات جميلة بمساعدة بسيطة من سكان منطقة العميرات وبمساهمات مادية لمدير المؤسسة وللمعلمين وبجهد مشترك مع التلامذة تغيرت المدرسة إلى أفضل حال السنة الحالية أقرتها وزارة التربية سنة المطالعة بعض المؤسسات التربوية في المنسير حظيت بدعم المجتمع المدني الذي أسهم في توفير نواة مكتبية لتشجيع الأطفال على المطالعة في عصر الرقمنة بين إقبال على المطالعة وعزوف عنها وبين الواجب المدرسي أو ما توفره المؤسسات التربوية من فضاءات للمطالعة تختلف مؤشرات القراءة لدى التلميذ في سنة دراسية أقرتها وزارة التربية سنة المطالعة مطالعة شوي شوي معناها بطلب من الأستاذ الكتاب يعجمني خطره الكتاب عنده لذة خاصة يعني هو في القراءة متاعه وتكون متعة بينما الحاسوب يعطيك معلومة جاهزة ما تتشوقش لاستكشافها التلميذ يقبل على الكتب التماري يختم بهم مطالعة ياخوه مش ما ياخوهش ويقبل عليها وبرشة عنوين معناها يطلبهم يقعها شو الحق الواقع فمت خطرها تقريب نقصة شوية تجديد هي المكتبة في المونستير حظيت بعض المؤسسات التربوية بدعم المجتمع المدني وتوفير نواة مكتبية تشجع على المطالعة نعاون في المؤسسات التربوية والمؤسسات التعليمية الهدف على خطرنا احنا اولا نؤمن بكون التونس العيماد متاح المستقبل العيماد على المستقبل متاحه هو قائم على التعليم وقائم على المؤسسة التربوية فكرنا في الناشئة وفي الجيل الصاعد وقلنا لابد ان نضع نواة لمكتبة تكون التلم أو تجمع التلميذ الكل على الكلمة الحرة والحرف الراقي النواة متاح المكتبة هذه كانت بنسنا مفخرة للمربي ومفخرة للتلميذ على خطر لقاء مكان ينجم يطالع فيه بكل حرية مصالحة التلميذ مع القراءة وتنشئته على حب الكتاب بعض الأهداف التي يطمح إليها أعلان السنة دراسية 2019 و2020 سنة المطالعة وما تصورش قداش تهذب لهم أخلاقهم المطالعة وصدق العمل معهم ويبدعوا نحاول أن نزع فيهم الحب المطالعة لأنه إذا كان ما تكونش غرام ما تكونش حاجة بالقوة يبدأ حتى في النهار يقرأ صفحة قبل ما يرقد ولا يعمل أنه يقرأ صفحة في النهار وبالطريف هذه كينما مها ما يقطعش عليها يوصل باش في يوم ما يولي يحب الكتاب إمكانيات المتوفرة حاولنا وأنه نقوم بمصالحة مصالحة التلميذ مع الكتاب استعدين لهذه السنة بتدعيم المكتبات الموجودة بالمؤسسات التربوية بالكتب الثقافية كان هذا كذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة والمندوية الجهوية للثقافة من أجل الترغيب في المطالعة تسعى وزارة التربية بالشراكة مع وزارة الثقافة إلى تنظيم مسابقات وطنية ودولية عسى أن يتجاوز مؤشر القراءة 0.58 كتاب في السنة للفرد الواحد ويبقى خير جليس في الأنام كتاب هكذا نصل مشاهدين إلى ختام النشرة ونذكركم بالعنوين ساعات قبل موعد انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة بعض الأحزاب والكتل البرلمانية تكثف مشاوراتها لحسم موقفها من مسألة منح الثقة من عدمه للحكومة المقترحة تركيز فرع إقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور بسوسة ورساء بنك للمعلومات للحد من حوادث الطرقات في سنة المطالعة بعض المؤسسات التربوية بالمناستير تحظى بدعم المجتمع المدني وبتوفير نواة مكتبية ليكون الكتاب خير جليس للتلاميذة ويمكنكم متبعت هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة